مرحبا بكم عنصرية وتمييز ضد المسلمات والمحجبات وضد كل من يحمل اسما عربيا خاصة من دول الخليج مثل السعودية الإمارات الكويت تهم تلاحق أحد أشهر المطاعم الباريسية من قبل بعض النادلات التي عملنا فيها رسالة من بعض النادلات التي عملنا في المطعم شهير لسنوات قررنا التنديد بهذه الممارسات أرسلنا هذه الرسالة إلى مفتشية العام جاء فيها لا يقبل المطعم زبائنا بسبب ارتداء الحجاب وسبب أسمائهم العربية كن واثقا سيادة المفتش العام أن من يحمل اسما عربيا سوف يحضر عليه دخول المطعم باستخدام مبررات مختلفة هذه عنصرية وتفريقة على أساس العرق عندما نتحدث عن مطعم فاخر نقصد أن ضيوفه من كبار النجوم نجوم السينما والفن والرياضة وحتى الساسة هنا مثلا أمام المطعم كيم كاردشيان المطعم يقع في الدائرة الثامنة في وسط باريس حني راق جدا مليء بالنجوم والأثرياء الاتهامات أثرت قبل ثلاثة أشهر لكن تحقيقا لموقع بازفيد سلط عليها الأضواء من جديد بعد أن حاور النادلات اللي أخفينا هويتهن هذه الصور أوردها التحقيق لمذكرة على دفتر المطعم تذكر النادلات أن كل الاتصالات التي تأتيكم من هذا النداء من قطر من بحرين من إماريتس من السعودية العربية لا ترد عليها أو رفض الحجز منها هذا ما قيل إنها تعليمات عبر واتس أب من المدير للنادلات هذا أخذ صورة هنا إلى المذكرة لزابون اسمه محمد أرسل الصورة للنادلات يسأل من من كنا حجز هذا الاسم ضعوا أسماء كنا تحت كل حجز أما هنا فنقرأ تذكيرا بأن هنا هذا يقع ربما حجز فندق وأنه يجب التوقف عن قبول حجوزاته لأن السيدات محجبات يا صبايا يا ندلات هناك حجز باسم حبيب يجب رفضه غدا لا توجد أماكن الخميس والجمعة المطعم مخصص لحجوزات خاصة يوم السبت لا أماكن شاغرة أيضا وهنا نرى مسألة أخرى بعد حجز تم عبر البريد الإلكتروني لشخص تركي ومعه 12 شخصا باسم سافسان التعليمات عبر واتس أب رفضنا له الحجز عبر البريد الإلكتروني فاحذروا في حالة إرساله طلبا ثانيا للحجز أن تقبلوها فريق تريندينك حاول الاتصال بإدارة المطعم من دون جدوى لم يجب الخط لكن المدير دفع ببراءته ورد على كل الاتهامات التي تتحدث عن عنصرية بجاه العرب والمحجبات وأنقلتها وسائل إعلام فرنسية يقول المدير واسمه أليكساندر دينيس يوجد زبائن من كل الثقافات ومن كل الجنسيات يأتون إلى هنا ومن الشرق الأوسط أيضا ما هو مؤكد أننا لم نرفض أي تعليمات لاستبعاد أي من زبائن المطعم من التهم الموجهة للمطعم أنه يوجه الزبائن غير الوسيمين والسيدات غير الجميلات والنحفات إلى الطابق الأعلى ومن ينجح بالإلحاح لدخول المطعم أو يحصل على حجز يوجه إلى الطابق الأسفل طبعا الأعلى يذهب من حصل غير المهمين للأعلى والأكثر جمالا ولياقة ونجومية إلى الأسفل تعرفون موقع TripAdvisor الشهير الذي يقوم به الزبائن بتقييم المطاعم والفنادق هذا تعليق أحد الزبائن الذين زاروا المطعم يقول هذا المطعم الأبرتايد لم أرى عنصرية في مطعم مثل ما رأيتها هنا إذا كنت أسود فإنهم سيعزلونك أما هنا فنقرأ ضمن قصة طويلة لأحد المسؤولات عن دار لعرض الأزياء وهي تزور المطعم مع فريق من العارضات تتجه نحو الحمام فتسمع مدير المطعم يتكلم مع النادل بالتليفون ويقول له لماذا حجزتم لهذا الخنزير الضخم في الطاولة 21 في إشارة لشخص بدين على ما يبدو كثيرون جعلوا المطعم في قمة المطاعم الباريسية ومدحوا في خدماته وأيضا بالنادلات فيه هذه سيدة مثلا كتبت المطعم جميل جدا وفاخر ومرموق والكوكتيلات لذيذة والخدمات كانت مثيرة وراقية وغاية في الإتقان لا توجد الكثير من التعليقات لكن حصلنا على بعضها من دول المغرب أروى العقيل تقول عنصرية عجيبة يا ليتهم يفهمون لو لا ربعنا كان ضعفة السياحة مطعم يرفض استقبال العرب أو المحجبات حتى لو كانوا أثرياء يقومون بتصريفهم وعدم خدمتهم باعتراف أربع نادلات سابقات أيضا مريم تقول مطعم فرنسي اسمه كذا يرفض استقبال المحجبات والعرب ويعطي تعليمات للعملين به بعدم قبول أي حجز لشخص يحمل اسما عربيا ويحدثونك عن المساواة ماذا تسمون هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلا 見て